عليه الصلاة والسلام يقول ايه ولأن اقضي حاجة امرئ لو انا بقضي حاجة اي انسان في الدنيا خير لي من ان اعتكف في هذا المسجد شهرا يا سلام يعني لما تقضي حوائج الناس افضل من ان انت تعتكف في مسجد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شهر مين اللي قال الكلام ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام طيب ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن مشى في حاجة اخي يعني تمشي واحد مثلا شاب محتاج وظيفة لكن محتاج ان انت تشفع لي قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان النبي الشفاعة الحسنة لها جزائها ان انت تشفع بحق الانسان ده مستحق هذه الوظيفة لكن محتاج منك كلمة محتاج منك ان انت دعم نفسي او دعم بكلمة فانت بتساعده في الكلام ده او محتاج مساعدة مادية علشان يقدر يكمل ورقه كل ده ومن مشى في حاجة اخي حتى يثبتها له حتى ان هو خلاص يتثبت فظيفته يتثبت في لو متعيشه في كشك الله يفتحه وانت ساعدته وقفت جنبه لا حد ما ينتلس بقى يعتمد على ذلك فيعتمد على انسان بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمة الله سبحانه وتعالى على هذا العمل ويصبح الانسان خلاص مش محتاج مساعدة حد من البشر من الناس تين ومن مشى في حاجة اخي حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزل الاقدام